موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائينا المشاهدين متابعي قناة الموصلية الفضائية وحلقة جديدة من برنامج نصائح طبية في رمضان اليوم اليوم الرابع والعشرون من شهر رمضان المبارك عده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والفرح والسرور والأمان ومدينتنا وبلدنا بخير وفرح وأمان ندعو من الله العليا قدير أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع موضوعنا نصيحتنا لهذا اليوم إنكررها إن شاء الله تكون مفيدة لمرضى السكري نحن نركز على مرضى السكر برمضان لأن نخاف عليهم أثناء الصيام وحتى غير الصيام عندنا مرضى السكري اللي من النوع الأول اللي يأخذون جرعة إنسولين اللي يأخذ جرعة إنسولين واحدة يوميا ما أخاف عليهم هذا ممكن يأخذ الجرعة يعني بعد الفطور يعني لعفوا قبل الفطور مباشرة مع ضرورة ضبط الجرعة مع الطبيب وقياس سفة السكر دوريا يعني الأفضل أنه هو يأخذ الجرعة قبل الفطور وياكل حتى يبدي مفعولة لا يرتفع السكر عنده ويقيس السكر ضروري جدا أنه كل شخص عنده سكر عنده جهاز قياس مع السكر الجهاز الأفضل أنه يقيس السكر يعني الشرائط اللي يأخذها يروح على المختبر يقوله يسحب لي دم عمل لي فحص بالطريقة الطويلة نفس الدم اللي تأخذه عمل لي فحص بينه بالجهاز بالشرائط أشوف الفرق بين المختبر اللي هو يكون أدق وبين الفحص اللي يطلع بالشرائط الأفضل أنه يكون القياس يعني حتى نتيجة تعتبرها طبيعي أنه إحنا الوقت يكون من الستة إلى ثمان ساعات ما نعبره إلى ثمان ساعات يكون أفضل حتى القياس يطلع أدق زين بالنسبة للمرضى اللي يأخذون جرع إنسولين أكثر من مرة في اليوم طبعا الصيام المالما دولي يكون خطر يعني مثلا إذا يأخذ جرعة الصبح أو يأخذ الظهر أو يأخذ العصر نحن نخاف عليهم لا يصير عندهم انخفاض بالسكر نحن ما نقول له يعني أفطر ولكن الأطباء يعني أجازوا لهم الإفطار للي يأخذ أكثر من جرعة باليوم لأنه ممكن يصبح عنده انخفاض بالسكر شديد هو وعي يأخذ فهذا لازم يأكل حلة فممكن أنه يفطر لأنه الصوم راح يكون ممكن يكون يضر هذول اللي يأخذون إنسولين عدة جرع يعني جرعتين أو ثلاثة أو تشيك شاف السكر ماليته مرتفع بالـ 12 الظهر أخذ جرعة إنسولين انخفض بعدها بساعتين هذا لازم يعني ننطينه سكر حتى لا يتأذى فممكن أنه يفطر عليها يعني إذا انخفض السكر زين بالنسبة للنوع الثاني اللي ما يعتمدون على السكر اللي يعتمدون على اللي فقط على النوع الثاني يعتمد على الحمية الغذائية فهذولي ممكن يعني بس يعني كحمية غذائية وكافي يعني ممكن أنه يقلل الأكل برع كصصان الصوم مفيد اللهم هذولي يعني راح يقلل كمية السكر اللي تدخل داخل الجسم بس هاي بس وقت ما صايم أما وقت ما يفطر لا يعمله في ثلاثة تقول عبالك جاي من بلد الجوع عبالك صالوا الثاني ما كنا أكل يفوت من الصفحة يطلع من صفحة اللخ يابا يمعود كل بس كل يرحم معدتك ورحم نفسك ولا تخلي السكر يمالك يعلق تقول عبالك دي موت من الجوع احنا لازم نستغل فترة الصوم حتى نقلل وزننا واحنا شفنا كثير من المرضى بالحمية الغذائية يعني السكر مالته مخفض بالعكس يعني أصلاكوا قسم العفو تركوا العلاج تركوا علاج السكر أثناء ما عملوا حمية غذائية خاصة اللي يأخذون يعني نوع أو نوعين وجرعة قليلة الحمية الغذائية قلل من السكر اللي داخل عنده داخل الجسم قلل من الأدوية وكوكسهم موقفوا الأدوية فهذه نقطة مهمة جدا أنه الناس اللي يعني تعتمد على الأدوية الأفضل أنه يقللون الأكل ممكن أنه نترك الدواء مثل ما ذكرنا هذول اللي عندهم حمية غذائية الصوم فائدة عظيمة لهم بالنسبة للمرضى السكر من النوع الثاني الذين يتناولون قرصا واحدا يمكنهم الصيام شريطة توزيع كمية الطعام على الفطور يعني ما نخلي يأكل على الفطور كثير يعني يقسم الأكل مالته على الفطور وعى السحور ما يأكل على الفطور كثير وعى السحور ما يأكل نذكر أنه السحور مهم جدا رسول صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة يعني ما السحر بلي دعش واشقد انأخر السحور اشقد احسن لا يصير عده خفاض بالسكر زين مثل ما قلنا نوزع كمية الأكل على السحور والفطور مرضى السكري من النوع الثاني اللي يتناولون نوعين أو دوة على وجبتين أو ثلاثة هم يصوم ونقسم الجرعة يعني على السحور وعى الفطور تكون الجرعة مالتم من شاء الله ما عليهم مرضى السكري من نوع الثاني اللي يتناولون ثلاثة مرات يوميا عليهم تناول جرعة الصباح والظهر أثناء الإفطار يعني اللي عندهم ثلاث مرات يأخذ جرعة السحور الصبح والظهر يأخذها على الفطور وجرعة الليل يعملها على السحور يتناولها مع السحور يجب عليه المرضى مراجعة للطبيب قبل البدء بالصيام أو في حال حدوث أي مشاكل أحنا الأفضل أنه الراجع طبيب وعلى كيفكم بالأكل الله يحفظكم ويحرزكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال صيام مقبول وإفطار شهي لا تنسونا من صالح دعائكم لنا ولوالدينا وللجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة